إن الفلسطيني الذي تراهنون على يأسه وضعفه ما زال في رباط ونضال والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب والمسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت والأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف هذه هي المعادلة وهذا هو المشهد الحقيقي للعالم وعليكم الإقرار به نعم نحن كعرب ومن ناحية المبدئية مع كل جهد يبذل من أجل التوصل إلى سلام وهو محل تقديرنا لكن السلام الذي ننشده هو سلام حقيقي سلام عادل سلام يعيد الحقوق ويؤصلها وليس سلام مزيف يفتأت على حقوق الفلسطينيين ويجعلها في المهب سلام يحسم بإنصاف قضايا السيادة والحدود والأمن واللاجئين والمياه وقبل كل شيء سلام يصون عروبة القدس بأقصاها المبارك ومقدساتها المسيحية وحتى نصل إلى تلك النقطة التي تبذل فيها الجهود الدولية لخلق أرضية مواتية لتسوية عادلة ومنصفة سنظل نحن متمترسين وراء رفضنا وسنظل مستمرين في كفاحنا في مقاومتنا في صوق خطابنا الموجه إلى كل دوائرنا العربية والقارية والدولية غير مبالين بالأصوات المثبتة للهمم بحجة الواقعية والباعثة على اليأس بحجة قراءة التغيرات والدافعة إلى الرضوخ والتقاعس بحجة أن لا فائدة من الصمود